أطلق قداسة البابا فرانسيس نداء جديداً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي معرض حديثه عن الحرب في الأرض المقدسة خلال مقابلته العامة مع المؤمنين أعرب قداسته عن أسفه للأخبار المأساوية التي لا تزال تأتي من الشرق الأوسط وجدد الأب الأقدس النداء لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى السكان المنهكين ولإطلاق صراح كل المحتجزين على الفور وقال دعونا نتجنب أي محاولات غير مسؤولة لتصعيد الصراع في المنطقة داعين إلى بدل أقصى الجهود لوضع حد لهذه الحرب وغيرها من الحروب التي تواصل جلب الموت والمعاناة إلى أجزاء كثيرة من العالم وختم البابا فرانسيس سلسلة التعاليم في موضوع الرذائل والفضائل حيث تحدث في مقابلته مع المؤمنين عن فضيلة العدل وقال إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم على فضيلة العدل في إطار تعليمه في موضوع الرذائل والفضائل وقال فضيلة العدل هي من الفضائل الأدبية الرئيسية وهي التي تدافع عن الحق فتسعى إلى تنظيم العلاقات بين الناس بالتساوي هدفها هو أن يعامل كل فرد في المجتمع وفقا لكرامته وهي أساسية للعيش معا في سلام في المجتمع فبدون العدل لا يوجد سلام وبدون العدل يسيطر التعصف واستبداد الأقوياء بالضعفاء الإنسان العادل يجل القوانين ويحترمها ويعرف أنها حاجز يحمي العزلة من غطرسة الأقوياء ولا يهتم فقط برافاهيته الفردية بل يريد خير المجتمع بأكمله وينتبه إلى سلوكه حتى لا يسيء إلى الآخرين فإذا أخطأ يعتذر ويتجنب التصرفات المسيئة مثل الافتراء وشهادة الزور والاحتيال والربى والاستهزاء والغدر ويحافظ على كلمته ويسدد مقترده ويدفع للعمال الأشور العادلة ويحرص على عدم إصدار أحكام متهورة على الآخرين ويدافع عن سمعتهم الإنسان العادل مستقيم ويسعى إلى الخير العام وإلى المساواة بين الشميع ويعمل في سبيل الأخوة الشاملة ويحافظ على الآخرين